بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي جماعة الثالثة ثانية علم تجربية وتقنية رياضي ورياضي ما زلنا في المراجعة الشاملة والتحذير للباكالوريا حيث إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نقوم بمراجعة في المتتاليات والاحتمالات فالولو الولادي ابنتي ما أنصحكم إلا بهذا الكتابين هذا الكتاب رأى فيه تمارين طرع المتتاليات من هذا النوع وهذا الكتاب رأى فيه تمارينة الاحتمالات من هذا النوع كما ننصح وليدي أبنتي جمع كراس وقلم وروحون تعلمون حلوا التمرينين من هذا النوع لأنها تمرين رائعة حيث قال في جزء المتتالية إي لأن متتالية عددية معرفة بحدها الأول إي صفر يساوي أنها صفر ومن أجل كل عدد طبيعي أنه إي آن زايد واحد تساوي أنها جذر ثلاثة إي آن زايد أربعة واحد قال برهم بالتلاجع أنه من أجل كل عدد طبيعي أنه إي آن محصورة بين صفر وربعة ثانيا قال أدرس التجاه التغيير المتتالية إي آن ثم ثالثا استنتج أن المتتالية إي آن متقاربة رابعا ألف قال بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي أنه إي آن زايد واحد أقل أو يساوي أنه واحد على ثنين في أربعة ناقص إي آن من الأسئلة الأكثر شويعا بقى الاستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي أنه إي آن محصورة بين صفر وواحد على إثنان إي آن ناقص ثنين جيم قال استنتج نهاية المتتالية إي آن خامساً قال عين حصراً للمجموع S N حيث S N يسوي إصفر زيد إواحد إلى غير إي آن ثم استنتج نهاية هذا المجموع هذا التمرين تعلم تتالية التمرين احتمالات قال يتكون مجتمع من 55% نساء و 45 رجال حيث 25% من النساء يتحدثون لغة أجنبية و 35% من الرجال أيضاً يتحدثون لغة أجنبية قال نختار عشوائياً شخصاً من هذا المجتمع ونعتبر الأحداث عندنا عش رجل F امرأة A رجل يتحدث لغة أجنبية B إمرأة تتحدث لغة أجنبية السؤال الأول قال شكل شجرة الاحتمالات التي تنمجج هذه الوضعية ثانياً قال أحسب احتمال أن يكون الشخص المختار أولاً رجل يتحدث لغة أجنبية ثانياً امرأة لا تتحدث لغة أجنبية نعتبر الذي بعد شخص يتحدث لغة أجنبية الأخير الشخص المختار امرأة علما أنه يتحدث لغة أجنبية يعني مراجعة رائعة أروح الآن ننطلق الآن ولدي الحل نقطة نقطة إذن الحل نبدأ بالتمرين الأول اللي هو التمرين المتتالية هذا التمرين كما تعرفوا ولدي من أكبر تميل أكثر وشو يعليش في الباكالوري لي موش يعرف حل تميل من هذا النوع بصراحة مزره نقص المتتالية خاصة الشعب هذا علمي تقني رياضي إذن عندنا واحد البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي أنه مضاء أنه إي أن محصور بين صفر وربعة أولا ما تعرف بل لي لك ما تمكن من هذا النوع جرب حلوك ما رأى وحدك لما غلطت حتى في حاجة ونقول لك برافو عليك إذا لقيت روحك هليدي ولا بنتي تغلط في حاجة عرب بل لي رأى ما زلت ناقص تماري من هذا النوع أولا نتعلمه ما فيهاش مشكلة صح أولا نقول نسمي بي لآن الخاصية من هي الخاصية لهي أنه إي آن محصور بين ربعة وصفر أولا من أجل آن نعطله صفر لدينا إي صفر يساوي لنا صفر وهو بطبعه ما زل محصور بين صفر وربعة هاي القيمة نجب أن نحط هنا خلاص إذن عندنا أولا بي لصفر كيف هي صحيحة أو محققة ثم نقول نفرض أن ماذا أن بي لآن صحيح أي ماذا أي أنه إي لآن محصور بين ربعة وصفر ونبرهن صحة ماذا بي لآن زيد واحد أي ماذا أي أنه إي آن زيد واحد محصور بين ربعة وصفر أروح جولا دي الأمر رغبسيط جدا أو ننطلقهم الفرضية نقول لدينا أنه من أجل كل عدد طابعي أنه إي آن محصور بين صفر وربعة ونحاولو نوصل لهذا وشالك المضرب هنا في ثلاثة 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 سبحنا ثلاثة إي آن محصور بين اثناش وصفر نضيف أربعة إلى كل طرف سبحنا ثلاثة إي آن زائد أربعة من نتسبحنا ستة عشر ومن نتسبحنا أربعة صحيح يخصنا الجذر نجذر هنا ونجذر هنا ونجذر هنا تسبحنا هالي شكون هي هذه هي إي آن زائد واحد من نتسبحنا أربعة ومن نتسبحنا أثنين أنا جذر ربعة هو أثنين هل وصلنا؟ كثير يقول لا وحد يقول نعم شوفوا لدي لم نخرج من الحصر الحصر بتاعنا هو بين صفر وربعة السماء هذا الحصر ما زاله محصور بين صفر وربعة السماء ما زال الأمر محقق نقول ومن هو هكذا بي لآن زائد واحد كيف هي؟ صحيح وأخيرا أنه إي آن محصورة بين ربعة وصفر فقط أعود للفكرة وحدك باتتها نكمل إذن بعد ما أنا هنا من جزء الأول تعال برهام بالتراجع نأتي الآن إلى الثاني أو سؤال الثاني أدرس اتجاه تغيير متتالية إلى الآن أكيد ندرس إشارة الفرق مع مراعد دائما البرهام بالتراجع اللي وصلنا لي إذن نقول من أجل كل عدد طبيعي أنه إي آن زايد واحد ناقص إي آن تساوينا إي آن زايد واحد اللي هي جذرة ثلاثة إي آن زايد أربعة ناقص إي آن تبعونا معي أمليح لهذا النوع بما أن الأمر متعلق بالجذر نفكر في المرافقة إذن تصبح النواة إي آن زايد ربعة ناقص إي آن نظرف المرافقة اللي هو جذرة ثلاثة إي آن زايد أربعة هكذا زايد إي آن لكن بما أننا ضربنا لازم نقسمه على جذرة ثلاثة إي آن زايد أربعة ثم زايد إي آن متطابقة الشيء رقم ثلاثة أ ناقص بي في أ زايد بي على هذا لأننا لا ضربنا نقسم صحة هذه المتطابقة تصبح أنه مربع الأول يعني هذا مربع كيف ربعه شيء على الجذر التاع يروح تصبح لي ثلاثة إي آن زايد أربعة ناقص مربع الثاني اللي هو إي آن مربع على ماذا؟ على جذر ثلاثة إي آن زايد أربعة زايد إي آن رتب هنا تصبح أن تساوينا ناقص إي آن مربع زايد ثلاثة إي آن زايد أربعة على ماذا؟ على جذر ثلاثة إي آن زايد أربعة ثم زايد إي آن كيف ربعكم تشوفوا هنا؟ لاحظونا معي هنا أولادي مقام ره موجب تماما لا جدال لأن هذا موجب وهذا من البرهام بالتراجع ره موجب خلاص سماه هذا مكرش مشكلة معه خلاص هذا ره موجب عنا الأمر الآخر أنه الإشارة من إشارة هذا البسط المقام ره موجب تماما لا جدال فيه خلاص آن هنا نقدر نقول ركزوا مع يملح نجيهنا ندير تحيه نقول نضع هكذا نضع إيكس يساوينا إي آن نجد ماذا؟ نجد ناقص إيكس مربع زائد ثلاثة إيكس زائد أربعة هذا يدرق ندير لها تحليل ركزوا معي أولادي كيف أش نجاوب صحة الآن نبدأ المميز المميز الذي يساوينا بي مربع لها تسعة ناقص أربعة في آ في سي صباحنا دالتا يساوينا خمسة وعشرين جذره يساوينا خمسة يعني هذا العبارة يصبح لها جذران وشي حل لنا الحل للمعدلة لك الجذر للعبارات صباحنا إيكس واحد يساوينا ناقص بي ناقص جذر دالتا على ثنين أ هاهو الآن أنتم ما تنساوي صباحنا ناقص ثمانية على ناقص ثنين تعطينا ربعة إيكس ثنين ناقص بي زائد جذر دالتا على ثنين أ صباحنا ثنين على ناقص ثنين تعطينا ناقص واحد ركزوا معايا سمى التحليل التع هذا العبارة ليهي إيكس ناقص إيكس مربع زائد ثلاثة إيكس زائد أربعة وش يساوي بلادي نرجع ذلك البروميراني احنا نعرف بلل أي عبارة من الشكل أ إيكس مربع زائد بي إيكس زائد سي إذا كانت هذه العبارة تقبل جذران فإن التحليل يصبح لنا أ في إيكس ناقص إيكس واحد في إيكس ناقص إيكس ثنين هذه اللي لازم تعرفها سمدرك هناك نجن دير التحليل لهذا العبارة انطلاقا للقانون اللي أنا أحكي عليه شيء يصبح لنا يصبح لنا ناقص في أ في إيكس ناقص الحالة الأول أو الجذر الأول في إيكس ناقص الجذر الثاني ناقص تعالقانون مع الناقص تعالواحد تعطينا زائد واحد آه سمع هذا وش يعني أي أي شوفوا معي يملح أي أنه إي آن زائد واحد ناقص إي آن تساوي ناقص في إي آن ناقص ربعة في إي آن زائد واحد الكل على الجذر إي ثلاثة عفوا ثلاثة إي آن زائد أربعة زائد إي آن هذا هو أدرك الشيء اللي وصلنا عليه لاحظوا وشو وصلت خدمت 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 خرجت للعبارة هذه العبارة بدلت لها المتغير دلت لها التحليل التاحة دلت لها التحليل التاحة أدرك نحو كلمة إيكس وديروا في بلاستا إي آن تصبحنا ناقص إي آن ناقص ربعة في إي آن زائد واحد هذا هو الفرق التاعي المقام تحدثنا عليه باللي راه موجب بقنا البسط البسط كيف نتثبته دلت لك نعود نرجع لذي العلاقة كي يجمع يقول لك نخدمه بالجدول لا الأفضل كالطريقة منهجية صحيحة هي بهذه الطريقة الأخرى صحيحة لأن إي آن عدد حقيقي وهذا عدد حقيقي صاحا لدينا أنه إي آن زائد واحد هذه قيمة موجبة تماما علىها أستاذ موجبة تماما لأن الإي آن شوفوا معي رأي كبير على صفر لو كان زائد لواحد يبدأ ثان موجب سمى هذا ذرك هذا موجب نعود أن نرجع لذرك العلاقة وش عندنا كذلك بنتثبته هذا خلاص ثبتناه باللي موجب عندنا باللي إي آن صغير على من صغير على أربعة هاي لك لو كان ننقل ذرك هذا هنا صبح لي أربعة إي آن ناقص أربعة أقل من صفر بس هاي أستاذ علاه بنوصله لهذه سمى هذه ذرك وش صبحت شوفوا معاي هذه اللي هي هذه صبحت سالبة سالب في موجب سالب والناقص تعبر صبح أنها موجب خلاص هذه هي الفكرة المقام خلاص البسط هذا إي آن زائد واحد لو موجب أن هناك نزيدوا له واحد تبقى دايما موجب عندنا هذا هنا ثبتناه من البرحام بالتلاجو أنه إي آن قل من ربع رجع هذا من بانتحصل على هذه صباح سالب سالب في موجب سالب ونزيدوا ناقص صباح موجب نقول ومنه إي آن كيف هي متزايدة فقط الشيء متزايدة تماما لأن أو يساوي صحيته خلاص هذه الآن كمنا مع هاولادي نجل السؤال لجورة قال لي ثم استنتج أنها متقاربة نقول بما أن ماذا إي لآن متزايدة و محدودة من الأعلى بالعدد أربعة فهي متقاربة نهاية ما أطلبش حساب النهاية إنما بس هنا صحيته نجل الآن إلى الجزء الرابع اللي هو من أكثر كذلك شوية عمل حق تماما كاميرا أكثر شوية بين أن أجل كل عدد طبيعي أن هذا السؤال وهذا السؤال لحظة الكثير من الطلبة كيوصلوا ليهم ويخافوهم صحيح لازم تتعلم المنبلة صحيح إذن هنا لاحظوا معي كيوش ننطالق لاحظوا معي مليح بما أن الأمر هذا متعلق بالجذور ونفكر ننطالق من ونوصل للا تتكون الدلة تتعكم كأنما الدلة المرفقة هنا الجذرية قلعوا من ذات البلاسة تلحقوا له تبعوا معي نقول من أجل كل عدد طبيعي آن لدينا أنه أربعة ناقص آن زيد واحد تساوينا أربعة ناقص جذر ثلاثة آن زائد أربعة هكذا بما أن الأمر تحدثنا وقلنا متعلق بالجذر ونفكر في المرافقة المرافقة تعيس بحيوس ساوينا أربعة ناقص جذر ثلاثة آن زائد أربعة المرافقة التعنى هو أربعة زائد جذر ثلاثة آن زائد أربعة هكذا على المقام لهو أربعة زائد جذرة ثلاثة إي آن زائد أربعة هاي كما درنا الطريقة الأولى تعهنا تجاه التغير صبحتنا المتطابقة الشاهرة رقم مش عال رقم ثلاثة مربع الأول ناقص مربع الثاني يعني تصبحنا ستة عشر ناقص هذا الجذر التغير وصبحنا ثلاثة إي آن زائد أربعة على أربعة زائد جذرة ثلاثة إي آن زائد أربعة هكذا ندخل على هذا النقص بحنا ناقص وهنا ناقص ستة عشر ناقص أربعة تعطينا إي ثان عشر هكذا نلاحظ معي مليح أكيد جلوكما حين توصلوا له هنوش نفكر ندير نفكر نخرج ثلاثة عالمشترك على هبه نطيح في هذه القيمة هذه ليس واحدة عثاني خلوه صبحتنا تساوينا ثلاثة في هنوش يبقى لي يبقى لي ربعة ناقص إي آن على أربعة زائد جذرة ثلاثة إي آن زائد أربعة ما زال ما وصلناش لهذه صاحيتو دايما انطلقت مننا لحاجة لمن لحاجة لهذه أربعة ناقص إي آن أربعة ناقص إي آن أما هذا ما زال أنا واشتقوا القاعدة وأنا دايما نشرحها للطالبة نقول نظرية هبط وطلع ناقص إي آن أدرك هبطنا ناقص إي آن أدرك مننا بإستعانا بالبرهن بالتلاجل نصلوا لهنا مننا ونقلع لنا تبعوا كيف الفكرة يعني وحابوا تحفظ الأفكار بتخدموا بهم لدينا أن و إي آن محصورة بين صفر وربعة الوح했و مصر تضروت كل من ناقص ثلاثة ومن ثلاثة ومن ثلاثة تصبح لي من الثلاثة ومن ثلاثة ومن ثلاثة نضيف أربعة تصبح لي ثلاثة في إي آن زائد أربعة من ناء شعل تصبح إلىكم من دعفنا ستة عشر ومن نزلتنا أربعة وش نزيدو نديره نجذر نجذره هنا وك نجذروا هنا شعل تصبح waters صبح لنا ربعة وك نجذره منها تصبح ثنين صحيح وش نوضيف نوضيف أربعة إلى كل طرف نوضيف هنا أربعة نترجع لنا ستة ونترجع لنا شعال كي نوضيف أربعة تصبح لنا ثمانية ممتاز القيمة هذه ريف البسط ولا في المقام ريف المقام ندول لها المقلوب ترجع لنا واحد على أربعة زائد جذرة ثلاثة إي آن زائد أربعة من تنقلب المتابين هذا يرجع من واحد على ثمانية وهذا يرجع مننا واحد على على ستة صحة ما يخصنا على هذا بين هذه وهذه يخصنا ثلاثة في أربعة نقص إي آن عندنا ثلاثة موجب لكن أربعة نقص إي آن لا نشعر فيها لدينا من البرهان بالترجع أنه إي آن صغير علاما على أربعة لو نرجع هذا مننا تصبح لي أربعة نقص إي آن قيمة كيف هي موجبة تسمعته كيفة سما هذا موجب وهذا موجز يجوز نضرب هذه المتابينة هنا وهنا وهنا في نفس العدد الموجب واش رح نتحصل تحصلنا ثلاثة في أربعة نقص إي آن على أربعة زائد جذر ثلاثة إي آن زائد أربعة ومنها تصبح لنا شوفوا ثلاثة عفوا تصبح لنا واحد على ستة نحبكم تركزوا معي هنا تحصلنا ثلاثة في أربعة نقص إي آن أما الجهة اللي منها ما راح نحتاجه واحد تراي أكبر عيس ويسر يعني الجهة اللي من ما نحتاجه واش أصلا لا حبيتم ونزيدوش تخدموا بها أصلا صحة الثلاثة مع الستة تروح واش يبقى لنا يبقى لنا واحد على أستاذ قل لي هذه الجهة اللي هملت ما تهمنيش لأننا اللي همنا همنا مننا اللي هنا ها تهمني مننا الهك صحة هل لو وصلنا لذي نعم هذه شكون هي ولا دي ما تقلقوش هذه شكون هي هذه هي نفسها هذه اللي كانت هنا أربعة نقص إي آن زائد واحد تسمى هذه يضرق النحوها ونعوض في بلاستة أربعة نقص إي آن زائد واحد أقل أو يساوينا واحد على اثنين في أربعة نقص إي آن وهو الجواب أعود للفكرة واحد نصحة لك غني عليك تي وانت أعود للفكرة واحد أننا راح التلاميذ بزايف يقول لك أنا ما نفهمها شي يا أخويا ما تفهمها شي وتبقى دقوا لي ما تفهمها شي إيه لازم تتعلميه ولازم تتعلمها وإلا كيف رحب تتعلم إذن الفكرة الأولى أنه نطلقنا لحقنا لذي وبعد عاودنا نطلقنا هنا بقاوعد للحصر لحتى خرجنا الجواب بتاعنا هذه واحدة لثمانية قلت لكم أتأثرش وهذه بطبعها قلنا راهي ما زالت كبير على صفر صحة كمنا مع هذا كان ينظرك سؤال يجي بعده مباشرة دايما اللي أسق فيه اللي هو السؤال با السؤال با قال لي استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي أن هذه العلاقة موجودة هذي ثان كذلك سؤال بما قال لي استنتج معناها الجواب رهنا إذن با استنتاج با استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي أن أربعة ناقص إي آن محصورة بين واحد على ثنين أس آن ناقص ثنين وصفر نحن نروح نخدم غبض العلاقة ولدي نقول لدينا أنه أربعة ناقص إي آن زايد واحد أقل أو تساوينا خلاص تبقناها باللي كبير من على الصفر وأقل من واحد على ثنين في أربعة ناقص إي آن نجبناها حيوين ركونا دين بدون بطريقة التعويض نقول من أجل أولا آن نعطوه صفر عوضوا سبحانا صفر أربعة ناقص إي واحد عفوا أقل أو يساوينا واحد على ثنين في أربعة ناقص إي صفر صحيح أستاذ ما فهمتش دير هنا صفر وهنا صفر آن يدي واحد سبحانا أربعة ناقص إي ثنين أقل أو يساوينا واحد على ثنين في أربعة ناقص إي واحد ونبقى ونزلين أولا دي حتى لوين كثيرا يقول آن A ناقص واحد لا هو وره واصل شوفوا هنا استنتج ره واصل عند A أنت وصل عند A ناقص واحد إلى غاية A ناقص واحد صبح لي هكذا صبحنا 4 ناقص A أقل أو يساوينا 1 على 2 في 4 ناقص A ناقص واحد شوفوا هنا عوض بشعال بصفر هاو الصفر تاكوين نكتب هنعوض بشعال بالواحد هاو الواحد تاكوين نكتب سماهنا كي عوض بأن ناقص واحد هاو أن ناقص واحد وين يكتب كي يكون هنا أن ناقص واحد هنش عالي يكون يكون أن شتو كيف هذه الفكرة حفظوها يرحمل ذيكم أن نقول بالضرب طرف لطرف ما شي بالجمعة نجد صفر في صفر في صفر في صفر هو صفر شوفوا خير الكلام ما قل ودل يروح كل شي يبقى غير صغير وكبير شوف هذا مع هذا كل شي يروح يبقى هذا ويبقى هذا عاجب مع هذه لك أن ترغب مخزن لما كنت تعرفه والبق قربها يعيب لازم تتعلم تبقى أن 4 ناقص ايان وتبقى لي من 4 ناقص اي صفر والنص هذا يتكرر ما يروحش شعال يتعاود من مرة يتعاود واحد دعا ثنين اس ان يتعاود ان مرة تبقى معي ما تقلقوش اي صفر شعال اي صفر هو السفر سما ما يقلقش خلاص لكن عندي حاجة واحدة اخرى الرابعة وشن هي الرابعة هي اثنين مربع اثنين مربع وشن هي واحد دعا ثنين اس ناقص ثنين وهذه بطبعي خلوا هكي مرح فكشة صباح هذا كنت دلول القوة تاعو ما يأثر سوف جعلنا هك أن واحد كنت دلول يقوى يقوى با واحد الرابعة وشن هي هي واحد دعا ثنين اس ناقص اثنين عفوا قلت ناقص اثنين اذا ضرب عددا في نفسه تجمع قواه اصبح اربعة ناقص عفوا ناقص اي اان اقل من واحد على ثنين اس اان ناقص ثنين ومن صفر وهو المطلوب شوفوا الرابعة اشتيهية هاي الرابعة خلاص هذا هو الجواب التاعي بعد قل لي استنتج النهاية احنا نحن نطبق مبارنة الحصر استنتاج ليميت اي اان لما ان يقول الى زيد مالا نهاية هنا نحن نطبق مبارنة الحصر صباح لهكذا صفر ليميت اربعة ناقص اي اان اقل من او تساوي ليميت واحد على ثنين اس اان ناقص اثنين اكيد الان يقول دائما هذي بلما يقول لكم علي اولادي دائما يقول زيد هذه مشهورة بما ان المقام رأى السرع من البسط كنت عارفوها معناها رأى رأى مباشرة لان هذه رأى متتالية هندسية سم هذا لهو لميت واحد على ثنين اس اان ناقص اثنين هذا يروح مباشرة للصفر نقول حسب مبرهنة ماذا الحصر فان على الحصر لان من صفر من صفر فان لميت 4 ناقص اي اان تساوي لما انا اكيد يقول زيد ماذا نهاية وشو العدد اللي نحطوه هنا يعطينا هذا صفر اكيد شكون واربعة نقول ومن هو لميت اي اان تساوي لنا اربعة راني قلت الان حتى ولو ما نكتبوش دايما نروح زيد ماذا نهاية هاي النهاية هذا فيما يخص الجزء اللون نروح الان الى خامسا نتابع جيدا اذا خامسا اللي هو تعيين حصر اذا تعيين حصر للمجموع ماذا المجموع يشكون اس اان لاحظوا هنا ولا دماية هنا معنا المجموع التعيذة لازم نصيبوه محصور بين حويج نرجع لهذا العلاقة نقول لاحظوا معايا لدينا لدينا انه ماذا انه اربعة ناقص اي اان محصورة بين واحد على اثنين اس اان ناقص اثنين وصفر اركزوا بصح نحبكم تكونوا مشاطرين وتركزوا معايا وش رأيكم لو كان نضرب في الناقص اضربوا ذي في ناقص وش ترجع اركزوا معايا اضربوا ذي في ناقص ترجع عنا اي اان ناقص اربعة شوف هذا يرجع من وهذا يرجع من ترجع لي ناقص واحد على اثنين اس اان ناقص اثنين وش فهمش استاذ كيف يضرب متبينة وش يصبح للدور هذا يصبح موجب هذا هذا يصبح بالزيد هذا يصبح بالناقص هذا يصبح من وهذا يصبح من اذا وش رأيكم نوضيف اربعة الى كل الطرف نوضيف اربعة هنا وربعة هنا وربعة هنا على هذا مع هذا يروح شوف اي ان محصور بين اربعة واربعة ناقص واحد على اثنين اس ان ناقص اثنين اه اه بنفس الخطة لو كان انا اعطوه سفر وش سبع اصبح انا اربعة ناقص واحد على اثنين اس سفر ناقص اثنين هنا ترجع اي صفر وانا ترجع اربعة صحيح لو كان الان نعطوه الان نعطوه واحد صباح النا اربعة ناقص واحد على اثنين اس ماذا اس واحد ناقص اثنين اقل او يساوي اي واحد اقل من اربعة صحيح اي اي يركن نمش ولا دي ما تقلقوش حتى نوصل له حتى الان ترجع لي اربعة ناقص واحد على اثنين اس او ناقص اثنين اقل او يساوي اي اقل او يساوي اربعة واش درت استدر اللي نعوض هنا وكان نجمع الآن بالجمع ماشي بالضرب طرف لطرفين لاحظوا تشوفوا معي اولا لازم تفهم واحد الحاجة صبحت ان هذه اي اي محصورة بين متتليتين هذه ثابتة وهذه ثابتة وهذه هندسية هذه متتالية ثابتة لخالية يعني مجرد عدد تسمى متتالية ثابتة هذه ثابتة لكن هذه هندسية لان الكثير من يقول هذي تعرف هذه متتالية خليكم الناقص هي واحد على اثنين اس ان ناقص اثنين هذه لسمينها تي ان هذه تي ان رأي متتالية هندسية أساسها واحد على اثنين صحة ان هذه في الاس رأي مكتبة واحد على اثنين بس آن في ماذا في اربعة هذه تي ان تاي هذي رأي مكتوب هك جربو تسيبوها بالمكتوب صحة اس تحش راه راه واحد على اثنين حدها الاول كون تعوض بصفر سيبوه اربعة جمع لازم تكون تعرف خواص متتالية الهندسية كينج مع ذلك هذا مع هذا مع هذا مع هذا رح يعطي لي اس صحيح حركزوا معايا اي صفر زايد اي واحد زايد حتى الاي ان هو نفسه اس ان المتتالية الثابتة ما هو مجموعها هو قيمة الحد في عدد الحدود عدد الحدود من حتى اللي نرى ان زايد واحد ما تقول لاش علا دليل النهاية نقص بديبين نجل هذا ربعة زايد ربعة زايد ربعة زايد ربعة شعال هي 4 في 2 زايد 1 ناقص ما طبيعت المتتالية هذه رأي متتالية تحدثنا عليها هذه رأي متتالية هندسية انا انعاود نحكي على هذه رأي متتالية هندسية حدها الاول هذه اللي ربما كان يجمع رأي سقس يقول كيف احتصت هكذا رأي مكتوبة واحد على ثنين أس آن في واحد على ثنين أس ناقص ثنين هذه الأفرادنا هاتئة هذا لكان يطلع على فوق قولنا ثنين مربع اللي هو أربعة وهذا يرجع لنا هكذا ترجع متتالية هندسية أسسها نصف وحدها الأول أربعة ما هو مجموعة المتتالية الهندسية هو الحد الأول في واحد ناقص الأساس أس عدد الحدود على واحد ناقص الأساس ها لازم تتعلموا هذا هو يتشكر يعني ترجعنا هكذا ترجعنا أس آن محصور بين ربعة في آن زايد واحد ومن يرجعنا ربعة في آن زايد واحد هنا يقل لكاننا واحد المقام هنا ثنين وهنا ثنين هذا ينقلب هنا تعطيكم واحد وينقلب هذا ترجع لكم ثمانية لكن قال لنا هل أستاذ دائما لما تنحو خط الكسر دلوا الأقواص الولد صباح النواش ناقص ثامنية في واحد ناقص واحد على ثنين أس آن زايد واحد هذا هو الحصرة التاع المجموعة هذا هو الحصرة التاعي وتعلموها رقحت في بارك 2018 صحا بعد ما أنهينا الآن من هذا السؤال رحينا الآن نروحوا للسؤال اللي بعده قل ثم استنتج حصر بل نستنتج هنا حصر واضح عفوا استنتج النهاية هنا نخدم مبرهنة تسمى مبرهنة المقارنة لا لأن عندنا هنا استنتاج لميت أس آن عندنا اللي أولى عندنا لميت أربعة في آن زايد واحد لما آن يقول لزايد ملانيها هذه تسوي لنا زايد ملانيها ذي واحدة هادثا زايد ملانيها أما هذه رح أتعطي للي هي لميت ثمانية في واحد ناقص واحد على ثنين أس آن زايد واحد لما الآن يقول لزايد ملانيها هذه معروفة تروح الصفر هذه تروح الصفر ثم نرجعنا ثمانية ثم نشوفوا معي أمليح منها ما لا نهاية ومنها ما لا نهاية نقول حسب مبرهنة ماذا؟ مبرهنة المقارنة علامة مقارنة أنه مجموش نقوله ملانيها ومعرك ما حصروا بيناتهم ملانيها ما هوش عديد بان حصروا بيناتهم باتكونوا على علم هذه كمعلومة من قدرش قولوا مبرهنة الحصر أنا عندك ملانيها منها ملانيها الملانيها موش عديد بان حصروا بينا نقول حسب مبرهنة المقارنة ككلمة يعني صحيحة حسب مبرهنة المقارنة إذن عندك تمنى ملانيها ومنها ملانيها فإن فإن ليميت آس آن تساوينا زايد ملانيها مع الآن قلنا يقول لزايد ملانيها رأي نعاود نكرر ونعاود ما نجموش نقول منا مبرهنة الحصر إلا كاننا ربما قلتها في مبرهنة يعني لهفوة فقط أنا منها عندك ملانيها ومنها ملانيها نقول مبرهنة المقارنة أن الملانيها ما نقادرش نحصره بها إنما نقارنه بها صاحا الآن بعدما أنهينا مع التمرين الأول ننصحكم عاودوه حتى تتعلموا ملح منه نأتي الآن إلى التمرين الثاني اللي فيه نوع منه الذكاء بعدما أنهينا الآن قلت من هذا نأتي الآن إلى احتمال الثقال يحتوي يتكون مجتمع تبعوا ما يملح من التمرين على بل كالي عمروا ما حلمنا هذا التمرين يتكون مجتمع من 55% من النساء و45% رجال حيث 25% من النساء يتحدثنا لغة أجنبية و35% من الرجال أيضا يتحدثون لغة أجنبية قال نختار عشوائيا شخصا من هذا المجتمع ونعتبر الأحداث سماهمنا A يرمز إلى رجل F امرأة A رجل يتحدث لغة أجنبية B امرأة تتحدث لغة أجنبية قال شكل شجرة الاحتمالات التي تنمذج هذه الوضعية تبعوا معي كيفاش نخدمه بقاعدة هذه التع لما يعطونا النسب صح إذن أولا عندنا الشجرة ستخرج بفرعان فرع للرجال وفرع ماذا وفرع للنساء ركزوا معي صحة أولادي يتكون مجتمع من يمان 55% نساء 55% وش نية بالمئة يعني 0.5% هذا هو معناها 55% واللي بقى تلنش عال احنا دايما في الفروع التع الشجرة لازم هذا زينا يسوينا واحد 55 نساء سما تبقى ليش عال 0.0% 0.45% كنا تجمعوا هذا وهذا يعطينا واحد ثم الشجرة هتعود تخرج مرة أخرى عندنا حيث 25% من النساء يتحدثنا لغة أجنابية سما 25% من النساء يتحدثنا لغة أجنابية لغة أجنابية رمز التحالة عند النساء هو بي شوفوا معي من ليه هكذا وهكذا هنا نساء يتحدثنا لغة أجنابية هنا نساء لا تتحدثنا لغة أجنابية الحديثة العكسية التاحة اللي يتحدثوا لغة أجنابية هو من ساء شعال هو 0.25% وكذلك الآن اللي يبقى لنا شعال هو 0.75% صاح الذين يتحدثون 35% من الرجال يتحدثون لغة أجنابية اللي هو 0.35% تبقى لي 0.65% اللي ما يتحدثوش باللغة الأجنابية هذه هي الشجرة أولادي أسدلك أننا عكسوها تجيغالها نبدأولو لراجل إمرأة نسبة شعال 45% وكذلك وعندما في الرجال عندنا اللي يتحدثوا باللغة أجنابية 0.35% اللي يبقى لنا 65% ما يتحدثوش وفي النساء عندنا 25% يتحدثوا لغة أجنابية اللي ما يتحدثوش لغة أجنابية هما 0.75% هذه هي الشجرة الإحتمالات حاول الدرا ثم قال الآن أحسب احتمال أن يكون يعني احتمال الحوادث في كل حالة رجل يتحدث لغة أجنابية رجل يتحدث لغة أجنابية اسمه هذه بي لماذا؟ بي رقاصد رجل ويتحدث لغة أجنبية رجل ويتحدث لغة أجنابية وش يساوينا؟ يساوينا 0.45% في 0.35% هذا مك رجل يتحدث لغة أجنابية ها هي رجل يتحدث لغة أجنابية لما نجيونا حسبوه هذه تولينا تساوينا صفر 0.1575% هذه اللغة احتمال ثاني امرأة لا تتحدث لغة أجنابية بي 70% يعني أنا قلتكم 80% يصبح بسيط جدا لما نحسبه هذه كذلك أولادي رح تعطينا 0.400% ربع لاف ومياء وخمسة وعشرين هذا هو الاحتمال التاعي ممتاز صاح نجي كذلك الآن إلى هذه شخص يتحدث لغة أجنابية شخص وخلاص ما قالوا أنها لا مرأة ولا رجل لكن هذه الحديثة مثلا نسميناها الحديثة سي سي شخص يتحدث لغة أجنبية تسميها من عندك صاح أنها بي لي سي وشو يساوي شخص يتحدث لغة أجنبية إما الطريق هذا أو الطريق هذا بي ل آش تقاطع آ أو بي ل آف تقاطع بي يعني إما هذا الطريق أو هذا الطريق صباح أنها تساوي صفر خمسة وربعين ضرب صفر خمسة وثلاثين أو صفر خمسة وخمسين ضرب صفر خمسة وعشرين صباح أنها بي لسي بعد ما نحسبوها فقط أكيد رايح ننصيبها صفر فاصل ميتين وخمسة وتسعين هذه شخص يتحد ما قالش امرأة ولا راجل أي شخص فيهم ثم السؤال اللي بعده قال لي الشخص المختار امرأة يعني امرأة علما أنه يتحدث لغة أجنابية كلمة علما راكم تعرفوها اللي هي احتمال شرطي سمعوا شرق قاصد هنا الشخص المختار امرأة ف علما أن يتحدث لغة أجنابية الذي يتحدث لغة الأجنابية هو س هكذا أولاد علما دائما تكتب هنا احتمال هو الذي يكتب هنا هذه وش تساوي تساوي بي لأف تقاطع س علما على بي لس ما معنى هذا أولا دي ركزوا ما تقلقوا معه بي ل اف تقاطع س يعني احتمال امرأة وتتحدث لغة أجنابية هذه رهي نفسها بي ل بي ل اف تقاطع بي ركزوا بالعقل ما تقلقوش على بي ل س هذه ما فهمت أستاذ لأن امرأة تتحدث لغة أجنابية امرأة تتحدث لغة أجنابية هي الحديثة شكرا هي الحديثة اللي سمنا احنا ب امرأة تتحدث اف تقاطع بي هذه هي ذي سباحنا تساوي النقل كنت هنا يا أولادي امرأة تتحدث لغة أجنابية هي صفر فاصل خمسة وخمسين ضرب صفر فاصل خمسة وعشرين الكل على بي ل سي اللي هي صفر فاصل ميتين وخمسة وتسعين هذه ما فهمت أشأ أستاذ ركزوا اليد وبنت تفهم احتمال شرطي ما احتمال أن امرأة تتحدث تكون امرأة علما أنها تتحدث لغة أجنابية صفح أن احتمال امرأة تتحدث لغة أجنابية امرأة تتحدث لغة أجنابية على بي عندما نحسبها أولا دي سوف نصيبها خمسة وخمسين إذا حسبناها كقيمة تقريبية خمسة وخمسين تقسيم قناة مئة وثمانطاعش سوف تعطيني سفر فاصل ستة وربعين بالتقريب سفر فاصل تقريب سبعة وربعين ولا خليناها على شكل كسر غيقابي الاختزاء إيجوز هو التمرين بسيط لكن يعلمكم قاعدة النسب المئوية فالأخير أولادي وابنتي أتمنى أنكم استفدتم ولا تنسونا بالدعاء لنا بصحة والعافية والطرح ومع رحمة الطاهرة مع تحية الأستر مردين والسلام عليكم